خرجت الخانقات الصلاحية من يد بني غاني من سيبة قبل خمسمائة سنة بآخر عهد المماليك في مصر بلاد الشام كانت تاب عليه حكم مصر فلذلك هي الآن منذ ذلك الوقت مع عائلة العلم الكرام اللي طبعا أصارنا ونقدرهم وإلى آخر الشيء الثاني اللي بدي أذكره إنه مدينة القدس نفسه اللي أنا عشت فيها القديمة كلها كانت عربية ما عدا حي يهودي صغير لا يذكر والقدس الجديدة بناها العرب الفلسطينيين عبر 30-40 سنة القطمون البقعة الطالبية كلها كانت مدينة تلتين على الأخل العربية وأحد الـ الاماكن البارجة فيها كانت الـ YMCA مقابل فندق الملك دهود هذي كانت مركز رئيسي للشباب العرب للرياضة كنا نذهل عليها ملاعب التنس كانت كلها التمفيها المحاضرات الموسيقى عرنيطة وإلى آخره ولذلك هذه كانت من المعالم الرئيسية فحبيت أأكد أنه عندما يتحدثوا عن الخدس الجديدة لازم الناس تعرف أنه هذه إلا عملاكنا نشكرك طبعا سكنا وما إلى ذلك